اعتلال الشبكية السكري مقدمة الرجاء الإشارة إلى الشبكية اختر الجواب الأول أو الثاني إجابة صحيحة فهذه هي الشبكية يحدث اعتلال الشبكية التكاثري حين تنمو أوعية دموية جديدة وتتمزق وتنزف اختر جواب صح أو خطأ إجابة صحيحة يحدث اعتلال الشبكية التكاثري عندما تنمو أوعية دموية جديدة نموا غير طبيعي وتنزف أو تتمزق هل يصاب مرضى السكري فقط باعتلال الشبكية؟ اختر جواب نعم أو لا إجابة صحيحة فيمكن لأي شخص أن يصاب باعتلال الشبكية ولكن مرضى السكري معرضون أكثر من غيرهم للإصابة لأن السكري يتلف الأوعية الدموية في الجسم هل صحيح أن المراحل الأولى لاعتلال الشبكية السكري لها أعراض واضحة مثل فقدان البصر؟ اختر جواب نعم أو لا إجابة صحيحة فقد لا تسبب المراحل الأولى من احتلال الشبكية السكري أي أعراض واضحة وحين تظهر الأعراض مثل عدم وضوح الرؤية ونقص الرؤية ورؤية بعض الأشكال الطائرة أو فقدان حاد للبصر عندها تكون الإصابة باعتلال الشبكية السكري شديدة غالبا هل صحيح أن أطباء العيون لا يلاحظون أي تغيرات في العين إلا بعد أن يتفاقم اعتلال الشبكية السكري إلى المرحلة التكاثرية؟ اختر جواب نعم أو لا إجابة صحيحة إذ يستطيع أطباء العيون أن يلاحظوا العلامات التالية عند فحص العين لدى المصاب باعتلال الشبكية غير التكاثري نزوف صغير داخل الشبكية أو عية دموية متوسعة أو ما يسمى أمهاد الدم المجهرية مساحات في الشبكية تضعف فيها الدورة الدموية تسمى البقاء القطنية الشكل رواسب دهنية تدل على ضحف في الدورة الدموية وتصرب السوائل من الأوعية الدموية وتسمى نطحات شكرا لاستخدامكم برنامج X-Plane